غامض ومتقلب ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته هكذا يرى العالم الملياردير إيلون ماسك الملكة والمسيطر على شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أسلوب ماسك في الإدارة وشخصيته المتقلبة يثيران قلقا عند كبار السياسيين وخاصة بسبب قدرته على إيقاف الوصول إلى الإنترنت عبر ستارلينك لأي دولة دون سابق إنذار إضافة لإمكانية استفادته من المعلومات الحساسة التي تجمعها الخدمة وبحسب نيويورك تايمز فإن ماسك سبق له أن قيد الوصول إلى ستارلينك عدة مرات خلال الحرب الروسية الأوكرانية ورفض طلب الجيش الأوكراني تشغيل هذه الخدمة قرب شبه جزيرة القرم ما أفشل هجمات أوكرانية على القرم وخيرسون وتكمن أهمية هذه التكنولوجيا في تنسيق ضربات الطائرات دون طيار وجمع المعلومات الاستخباراتية وفي محاولة لمنعه من تفعيل وإيقاف الخدمة وقتما أراد وافق البنتاجون على اتفاقية مع شركة سبيس أكس لشراء قرابة 500 محطة وخدمات ستارلينك جديدة لأوكرانيا بحيث يمكن للبنتاجون السيطرة على إعدادات الشبكة على الأراضي الأوكرانية بحيث تتاح للأجهزة الجديدة الفرصة لتحقيق أهدافها وأداء مهامها دون خوف من انقطاع الاتصال خدمة ستارلينك ظهرت لأول مرة عام 2021 في عدد قليل من البلدان وباتت متاحة في أكثر من خمسين دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان ومعظم أوروبا وأفريقيا مما يعني أن ماسك الذي يقود تسلا ومنصة أكس أو تويتر سابقا أصبح اللاعب الأكثر هيمنة في الفضاء رند الشيخ الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة